الحلقة ده جمعها تبسيط لكل ما ورد في تحديث جوجل الأساسي لشهر مارس 2024 بكل بساطة من غير يعني مصطلحات مع أدى ولا أي حاجة أنا عملت لك في الوصف تحت الفيديو هتلاقي مقالة المقالة دي بتشرح لك الموضوع ده كامل بالتفصيل لكن إنت لو ركزت معاها في الفيديو إنت مش هتحتاج تروح للمقالة ولا تحتاج تروح للروابط اللي هسبها لك الخاصة بالتحديث نفسها في روابط للتحديثات بشكل مباشر كده هده لك برضو موجودة في الوصف تحت الفيديو وأنا مش هيهمني قوي أنك تشوف الكلام ده إنت لو ركزت معايا في الفيديو ده وخدت المعلومات بشكل مبسط هتكون إن شاء الله بالنسبة لك كل حاجة مفهومة وواضحة التحديث يا جماعة بينص على إيه؟ بكل بساطة في مجموعة معايير أكتر من سبع معايير هم اللي بينص عليهم التحديث أول حاجة تحسين جودة النتائج جوجل بتسعى في المقام الأول إنها تقول للمستخدم أو تفيد المستخدم وتقول له إحنا هنخلي لك يظهر لك بس النتائج المفيدة ليك واللي محتواها أصلي واللي محتواها بشكل عام معمول علشان مين؟ عشانك أنت كزائر أو مستخدم لمحرك البحث يبقى دي النقطة الأولى يا جماعة تحسين جودة النتائج التحديث يتعامل علشان كده والتحديثات اللي من 2019 والحد النهاردة معمولة علشان كده طيب التحديث التاني وده طبعا ما يدركش في حاجة كصنع المحتوى بتعمل محتوى احترافي متوافق مع المعايير تاني حاجة تحديث سياسات منع الإسبام بشكل عام يا جماعة إحنا نفسنا صنع المحتوى استقنا وما حبناش وكمان اشتكينا من المواقع الموجودة بشكل إسبام في محرك البحث جوجل بقى بتشدد على السياسات دي وبتمنع المواقع دي في التحديث الجديد بتزود كمان تقنيتها وخاوة رزميتها أنها تكتشف وتمنع المواقع دي طبعا ده ما يدرش برضو صنع المحتوى في حاجة الجيد لكن اللي بشتغل إسبام ده موضوعه بقى إيه اللي هنتكلم فيه في نهاية الحلقة طيب بعد كده رقم ثلاثة تقليل المواقع الغير مفيدة بشكل عام جوجل بتعمل إيه بتدور على تجربة المستخدم بتدور على موقع مفيد جدا للزائر معلومة داخل يبحث مستخدم محرك البحث ولقاها بتفيده في المقام الأول ومش هتنفع خالص الناس اللي بتعمل مواقع أو عملت مواقع علشان تظهر في نتائج البحث ومش علشان تفيد الناس فيهمت قصدي يعني بتقلل المواقع الغير مفيدة وميه هي بقى المواقع الغير مفيدة دي بكل بساطة اللي معلوماتها غير موصوقة من ناحية واللي محتوها منسوخ واللي تم إنشاء محتوى هزيل أو ضعيف اللي هو عدد كلماته قليلة وفي نفس الوقت منسوخ من مواقع أخرى واللي تم إنشاءه بالذكاء الاصطناعي بشكل معين واللي هشرحه برضو في الحلقة دي وخلي بالك المقالة اللي انت واقف فيها دلوقتي أصلا معمولة بالذكاء الاصطناعي بس اكشف انت الموضوع ده أو تقدر تكتشفه ازاي انت فالموضوع برضو هشرحه لك في نهاية الحلقة طيب زيادة كفاءة منع الاسبام وده اللي احنا كلامنا عنه من شوية بتستخدم أنظمة متطورة علشان تمنع ظهور المواقع الغير مفيدة في نتائج البحث والتحديث الجديد ده بيطور أكتر من الإمكانية دي عشان يواجه الحل الجديدة اللي بتستخدمها بعض المواقع عشان تظهر في النتائج من غير واجه حق من غير واجه حق محتوى كتير ومكرر في ناس بتعمل يا جماعة محتوى بشكل آلي من مواقع مثلا زي مواقع الأخبار مش كل مواقع الأخبار طبعا بينقلوا الموضوعات أو الأخبار من بعض أو بينقلوها بشكل معين ر اس اس نسخ مش محتوى جيد أو مش محتوى حصري فهمتوا الفكرة لا يعني أنا برضو مش بقول مش معنى كلامي كل مواقع الأخبار لا إن هيس اللي بتكتب حصري خلاص نافدت عندهاش مشكلة وعلى فكرة العقوبات بتبقى على مستوى الصفحة يعني ممكن الموقع ما ياخدش عقوبها والمقالة نفسها تاخد عقوبة وهكذا رقم ستة استغلال سمعة الموقع في مواقع كويسة جدا فيها محتوى مفيد بس بتسمح لمواقع تانية إنها تكتب محتوى مش مفيد على مواقعها عشان تستغل سمعة الموقع الأولاني وتظهر في نتائج البحث عشان محتواه يبقى مرتبط بمحتوى الموقع التاني وتظهر في جوجل فده طبعا ده بتمنعه جوجل دلوقتي وهتقدر تعتبر إن المحتوى ده بشكل عام نوع من أنواع السبام ده علشان يتحايل إنه هو يظهر في جوجل يعني بيعمل مقالة في موقع كويس جدا ويعمل جسد بوسط حلوة أو في موقع مفيد وهو موقعه في الأساس بام فطبعا ده ما منفعش أبدا استغلال بقى المواقع أو العنوين أو الـ أو الدومينات المنتهية في ناس بتشتري يعني أو عنوين آآ انتهت من فترة زي موقع الصباق كده أنا عملت الغلطة دي موقع كان انتهى وكان واخد عقوبات وأنا استغلته واشتخدمته قلت إنه هو فيه باكلينك وإنه هو كويس وإنه هو مش عارف إيه هيخلي موقعه يتصدر وفي الآخر برضو ما ينفعش معايا ونفس العقوبة عليه آآ مكتملة أو العقوبة لسه مراحتش منه فيه ناس بتشتري عنوين مواقع منتهية وبتاخد معلومات قديمة كانت موجودة على المواقع دي وبيكملوا عليها محتوى وبعدين بيفتكروا إن الدوميني الأديم هينجح الموقع ويتصدر وياخد مرتبة أحسن من الدوميني الجديد تمام ده برضو جوجل بتقدر تكشفه ودلوقتي تعتبر الحركة دي نوع من أنواع الاسبام فده ده مجمع للتحديث يا جماعة ولو احنا بقى بعيدنا عن المقالة خالص هنبص علي أهم ميزات التحديث تحسين جودة النتائج تحسين سياسات منع الاسبام نتائج إيجابية للمستخدمين ولو جيت بسيطة مصنع المحتوى اللي هيخاف هيخاف من إيه صنع المحتوى المفروض الآن دلوقتي هو اللي بيعمل محتوى منسوخ هو اللي بيعمل محتوى منخفض القيمة أو منخفض الجودة مفيش قيمة مدافعة بيضيفها على الحاجة بياخد المحتوى مما كانت تانية زي ما هي صنع المحتوى المضلل أو المغلوط أو المحتوى الغير موسوك دول اللي يقلقوا في الفترة اللي احنا فيها دي لأنه خلاص المحتوى ده وداعا لي مش هيكون موجود في محرك البحث اللي بينسخ المقالات زي ما هي من مواقع ويحطها في موقعه انت بتضر موقعك وكده مش هيظهر في محرك البحث وبتدمر نفسك خلاص صنع المحتوى بقى اللي هما مش هيقلقوا من حاجة اللي هما بيعملوا محتوى أصلي ومفيد اللي هما صنع المحتوى زول جودة العالية صنع المحتوى الموسوكون يعني المعلمات هم موسوقة في مقالاتهم خلاص بالشكل ده انت بعيدت خالص عن المشاكل ومش هيهمك اي حاجة في الموضوع يا جماعة طيب خلينا بقى نشوف التحديث نفسه اي الايه ونعمل ترجمة كده التحديث بصف باللغة الانجليزية هو ورد طبعا في تويتر الخاص بجوجل سيرش كونسول آآ بشكل عام انت لو شفت هتلاقي ان هما بيقولك احنا لقد اعلننا اليوم عن التحديث الاساسي لشهر مارس الفين اربعة وعشرين وسياسات البريد العشوائي الجديدة التي تم تصميمها معا لعرض محتوى أقل مصمم لجازب النقرات والمزيد من المحتوى الذي يجذب انتباهه الاشخاص مفيدا هم دلوقتي بيدوروا على المحتوى المفيد تعا نترجم بقى الصفحة دي سريعا كده برضو عشان الناس تبقى عارفة ايه اللي تم فيها طرق جديدة نتعامل بيها مع المحتوى غير المرغوب فيه ومنخفض الجودة على البحث هم دلوقتي الخوارزمية متطبقة على مين؟ على اللي عندهم محتوى منخفض الجودة واللي عندهم محتوى غير مرغوب فيه وطبعا المحتوى غير مرغوب فيه ده أصلا عنصر تحت منه عناصر كتيرة جدا بدأ بقى بيكلمك بيقولك نحن نعمل على تحسين البحث حتى تتمكن من رؤية المزيد من المعلومات المفيدة وعدد أقل من النتاج التي تبدو كأنها مخصصة لمحركات البحث يعني الناس اللي بتكتب مقالة علشان تصدر فقط ده خلاص انتبقاش ممكانك جوجل الناس اللي بتكتب مقالة احترافية فيها معلومة فيها قيمة مضافة متنسخاتش وحصرية بتبقى ليها مكان في جوجل كلام سليم يعني على سبيل المثال يا جماعة في مقالة أنا استهدفت فيها كلمة استراتيجيات النجاح في التدوين المفترض أن دي كلمة سهلة جدا المنافسة وعادي جدا الموقع يتصدر فيها بس ما يتصدرش الموقع ده الموقع ده موقع الصباغ معاقب عقوبة خورزمية لأنه أنا اشتريته من شركتين قبلي كانوا مدمرينه بمعنى الكلمة حرفيا متدمر واخد عقوبات كتير فمعنى أنه في مقالة جيدة تتصدر في كلمة مفتحية زي كده ويظهر في محرك البحث فكده العقوبة الخورزمية متطبقة على الموقع لكن في مقالة مفيدة بتبقى زهرة كده معناها أنه فعلا هيبدأ يدي لك فرصة تظهر بما أنه محتوى جيد ومفيد للزائر لما نفتحها كده المقالة دي عشان الناس اللي بتقول المحتوى المكتوب بالزكاء الاصطناعي من الآلف إلى الياء ولكنها ظهرت في محرك البحث ليه؟ لأن في الأساس محتوها مفيد والمحتوى المفيد اللي موجه للزائر وفيه معلومات تهم الزائر بشكل كبير هو جوجل قلبي نفسه في التحديث أنه هيظهرها هي الأولى وهي الأكتر طبعا الزكاء الاصطناعي هي أنه مكتوب كتب المقالة دي بالزكاء الاصطناعي بس أنت اثبت لي أنك تبته بالزكاء الاصطناعي شوف هل الشكل ده الزكاء الاصطناعي بيكتب بيه؟ هل التنصيق ده اللي احنا شرحناه في دور البلوجر اللي احترافي اللي ظهر قدامك ده الزكاء الاصطناعي بيعمله؟ لأ طبعا أنا جبت المقالة مسكتها روقتها كتبتها بشكل احترافي نصقتها في الموقع بتاعه بالتيمة وبالشكل المفروض دي بصمة الخاصة في الكتابة اللي احنا تعلمناها في آخر ثلاث حلقات في دور البلوجر والمقالة زي ما انت شاف قدامك كده محتوى مفيد جدا ومستهدف كلمة استراتيجيات النجاح في التدوين لما بحثت في جوجل بيها خلاص لقيت نفسي بيها في هم تقصدي؟ فالفكرة يا جماعة عاملة ازاي؟ دلوقتي في الوقت الحالي المحتوى الموجه بشكل كبير للقارئ مفيد في قيمة مضافة هيكون موجود في محارك البحث محتوى ضعيف وهزيل منسوخ تم سرقتهم مواقع اخرى مش حصري ده خلاص مبقاش ليه موجود في محارك البحث بتستخدم على موقعك حيال وحاجات كتيرة عشان تتصدر خلاص انتهت برضو مبقاش معادها دلوقتي خالص بشكل عام يا جماعة انا مش عاوز اطول عليكم هسيب لكم التحديث تقليل النتائج من خفض الجودة وغير الاصلية ده طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا المحتوى المنسوخ بعدها ابعاد المزيد من الرسائل غير مرغوب فيها في نتائجك برضو زي ما احنا قلنا برضو يمكن لخصنا الحاجات ده كلها إساءة استخدام المحتوى على نطاق واسع إساءة استخدام صمعة الموقع انتهاء صلاحية إساءة استخدام النطاق اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية وتلخيص الكلام ده كله انا لخصته لك في المقالة الا هتلاقي رابطها موجود في الوصف تحت الفيديو هتلاقي فيها الكلام كله ملخص ومفهوم والرابط التاني طبعا ده هو برضو هو هو نفسه التحديث لكن موجود بشكل تاني مختلف في مكان تاني خاص بجوجل برضو تمام يا جماعة الموضوع ان شاء الله ما يقلقش صانع المحتوى الاحترافي في شيء يعني الناس اللي بتكتب كويس ومستمرة في الكتابة وانتاج المحتوى بشكل احترافي ومفيد مش هيدرك التحديث في اي شيء فيهمت قصدي الناس اللي شغالة مخالف هما بس هما دول اللي هينضروا ومش هيكون لهم مكان في محركات البحث وعلى فكرة التحديث ده في جوجل بس بالطبع هتلاقي بقية محركات البحث تمشي بنفس الرتم برضو تظهر النتائج الاكتر اولوية للظهور وايه هي الاكتر اولوية للظهور المحتوى المفيد للزائر والجيد اعمل ازاي محتوى مفيد دي ان شاء الله نشرحها في الحلقات الجاية لو انت وصلت معاى بقى لحد اللحظة دي من الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو كمان اعمللي تعليق عرفني وقوللي انا معاك عشان اعرف قد ايه كم من الناس المهتمة بالمحتوى المفيد المحتوى المفيد على يوتيوب وزي ما احنا بنقول دايما يا جماعة المحتوى المفيد بيموت بالمشاهدة الصمتة المحتوى مجرد انك تعمل اعجاب او تعليق تتفاعل على الفيديو ده بيوصل لأكبر عدد من الناس أتمنى خير وتوفيق للجميع وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته